السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني وخواتي بالله أحباب بالله موضوع هذا الحلقة عن أصول تفسير الأحلام وعنوان الحلقة رؤية تبين ظهور المهدي واختفاء العلماء ورجوع الناس للقرآن المهجور يعني هذه الرؤية جميلة جدا وبسيطة جدا بتفسيرها لأنه شو الرؤية قال هذا واحد من الأحبة على اليوتيوب قال رأيت إن السماء ممتلئة بالنجوم وفجأة بدأت تتساقط بقطرة كالشهاب كنت أنا وأخي ثم هربنا من الخوف إلى منزلنا ثم سلمت أنا على أمي وقبلت أبي بالرأسي وحملت أنا وأخي مصحفا مصحفا وشرعنا بالقراءة تفسير منامي أرجوكم يعني رؤية جميلة جدا رأي السماء ممتلئة بالنجوم هالساعة النجوم بصورة نحن 16 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعلامات وبالنجم هم يهتدون إذن النجوم تبدل على العلماء العلماء في السماء بعدها بقول لك شفت النجوم بدأت تتساقط بكثرة كالشهاب الساقط إذن هذول العلماء اللي كانوا الناس يطلعوا عنه ومشانا يتعلموا منهم راح يكتشفوا الناس إنه هذول مش علماء صح مش علماء حق أكثر يتساقطوا مش علماء حق عشان يكأ أظلوا الناس وصلوا الناس لما يجري في القرن الواحد والعشرين والعشرين من سفق الدماء وفساد في الأرض ما بيحقوا كلمة الحق عشان يخلص سبحانه وتعالى راح يسقطوا مواحد وراء الثاني وبسرعة ليش؟ لأنه راح يضل المهدي عشان يقصد الفلقان الثلاثين قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا ربي إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا فالرؤية أنه ثم سلمت أنا على أمي وقبلت أبي بالرأس وحملت أنا وأخي مصحفا مصحفا وشارعنا بالقراءة إذن تراجعوا الناس للقرآن كل واحد مصحف إذن رجوحهم للقرآن المهجور هس وقبلت أبي من رأسي ثم سلمت أنا على أمي وقبلت أبي من رأسي هنا ونجعل القرآن وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إذن قضاء الله سيتم إنما أمره إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون فتع يا حباب الله إذن شو معنى الكلام للرؤية واضحة إذا تخذوا الآيات وعلاماته اللي يجبون يهتدون وقال الرسول يا ربنا قوم اتخذها لقرآن مهجورة وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا لأنه اجعل أمه وسلم عليها وقبل أبوه من رأسه ثم مسك الواحد هو أخوه مصحف مصحف إذن سقوط العلماء بعد ظهور المهدي سأكشفهم على حققتهم إن علمهم علم غير رباني علم ظمي علم ظلالي علم سلطاني وشيطاني لأنهم علماء استراطين شايفوا شو مصير في الأرض من إجدرام ما حكوا للحكام والمسؤولين إنه يش ارجعوا للدين ارجعوا لله فروا إلى الله خافوا رب العالمين في يوم الحساب عشان إيقا أحباب الله كل الرؤى اللي بتيجيين وتيجي لغيري كلها مبشرات فيه ناس تقولوا دائما بتحكي المهدي يا عمي الرؤية واضحة واضحة ما إلها شو سقوط النجوم من السماء وتركوا النجوم هي علماء مني رايح يسقط العلماء من مكانهم العادي إلا يظهر العلم الحقيقي علم الإسلامي اللي رايح يرجع العزي والكرام للناس والله أهلا وأعلم اللهم اجعلنا من الذين يستنعون قالوا في التبعون أحسن أستخبر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر